يمكن الكل بيستنى فصل الصيف وفيه ناس كتير قوي بتعمل له إحماقات واستعداد أو فورمة الساحل زي ما بيقولوا علشان يستعدوا لفصل الصيف لكن فصل الصيف هو فصل مليء بالفواكه المختلفة عندنا بنتكلم على المنجة بنتكلم على البطيخ على التين الشوكي والعنب والمشمش والخوخ كلها فواكه مهمة ومفيدة لنظام غذائي صحي للجسم بيساعد على اللي أنا بانيته في الشدة علشان كده النهارده عاوزين نسأل هل الاكثار من تناول فكهة الصيف مفيد ولا دور أسئلة كتيرة هيجوب عليها النهارده ضفنا اللي موجود معنا ومشرفنا دكتور هاني جبران استشاري السمنة والنحافة اللي منعورنا في صباح الخير صباح الخير يا دكتور أهلاً وسهلاً يا فن مقالم بيك وأهلاً بسهد المشاهدين كلهم دكتور فورمة الساحل ما تضيعهاش بقى خلاص هوايا يعني كلما بنقرب كده من فصول الصيف الموضوع بيروح مننا فورمة الساحل أهم حاجة الساحل الطيب ولا الساحل الشريرLING عشان فيه فرق بيك كتير قوي بين الساحل الطيب والساحل الشرير الساحل الطيب لوفورمة والساحل الشرير اللي هو فورمة تاي مفيد لصحك. دي بقى ده فورمة جمسة. دي حاجة تانية. ما عندناش مشكلة. بس المهم يبقى عندي جسم صحي. ايه. قادر لانا استفيد بحياتي. مارس رياضة بشكل طبيعي. قادر لانا اكون خفيف الحركة. وفي نفس الوقت اعتقد الصيف هو فرصة مناسبة من خلال الفواكه اللي موجودة فيه كمان. حلو جدا. الاعتدال. الاعتدال ده اهم كلمة. والسعرات الحرارية. يعني ايه. يعني الجسم علشان الريجيم بقى. وريجيم يقولك نظام متقطع. والريجيم الكيت وضايت. والكلام ده كله. كل ده سبك منه خالص. اهم حاجة. سعرات حرارية اللي هتخش جسمك قادر ايه. في حاجة سمع سعرات حرارية داخلة. وسعرات حرارية خارجة من الجسم. هاني حعود عيس. التوازن بينهم. هاني حعود عيس. لا مش حنقيس لاني دي شغلانها مهبابة خالص. وحالواحد هيجيله اصداع. وده قادي سعرات حرارية. ويوزن وكلام ده كله. لا. انت اخدها بقى بالعقل بقى. هنعمل ايه. مفيش حاجة ربنا خليها غلط. لكن في اعتدال في الاكل. يبقى لازم نعدل في اكلنا. يعني ما نكسرش من اي حاجة. يعني الاكسار من الفواكه. حتى لو كانت كويسة. برضو غلط. يعني في ناس بيجي لي. يقول لي يا دكتور هاني. ده تفاح. تفاح ده بتاع الرجيم. اه. لكن انت اخد في اثنين كيلو تفاح. ثلاثة كيلو تفاح. يبقى كده حطخن في الزيادة. وحزيت في الواس. فلازم نعدل في النظام الغذائي. ونعدل في اسلوب حياتنا. علشان نخس. وما نرجعش تاني. الهدف من اي نظام غذائي. ان انا مرجعش تاني. ودي من الحاجات اللي انا شفتها كتير قوي. يقول لك النظام المتقطع. انا من بعد الساعة سبعة. ما كلش حاجة خالص. وقف الاكل. واضرب دماغي في الحيط. وانا اجعل ببقى صاحة الساعة 12. اوقف الساعة سبعة. ده غلط جدا. ليه بقى؟ لاني انا بوقف الحرق عندي. فما فيش حاجة اسمها نظام متقطع هو ده. اللي حيخليني اخس في الوزن. حاكل ايه؟ ما انا كمان في الفترة اللي انا باكل فيها. اكل كمية سعرات حرية عالية. فبالطريقة ديت حخزنها. ومش حرقها. لازم نزود الحرق عندنا. نزود الحرق ايه؟ دكتور لا هنا بقى لحظة. لان حضرتك كده ايه؟ ضربت لي كل الثوابت. ايوة. او زي ما بيقولوا كده كل شيخ وليه طريقة. يعني في بعض الذكاترة بيقولك لا وقف اكل الساعة سبعة. ما فيش حاجة اسمها شيخ وليه طريقة. دي مش حاجة تانية. في حاجة اسمها علم. وفي حاجة اسمها اتكاسات. معاكنا نجابين حضرتك يعني انا اسأله اهل العلم. ايوة. طيب. في بعض الناس بيقولك حسب صحية الساعة كام. وقسم ست وجبات. مضبوط. في مدرسة تانية بتقولك لا انت وقف اكل من الساعة سبعة. لحد عد مثلا عشر ساعات او اتناشر ساعة. وافطر بعد كده براحتك. وكل كل اللي نفسك فيه الصبح بدري. كويس. ايهما اصح. بص بق. بفيش حاجة اسمها اصح. هي فيه حاجة اسمها انا هعمل ايه الصبح بدري. ما هو انا لو فعلا انسكلت من الصبح بدري ووقفت الساعة سبعة. لكن انا خدت فطرت وروحت نايم. وفضلت ما بتحركش ومعاملش اي حاجة. وبقى كل الاكتيفت بتاعتي. كل الحركة بتاعتي. وكل مجهودي بيبقى بالليل. وانا ما باكلش فيه. يبقى دوة تانى كده ما بعملش حاجة. انا خزن. بخزن فيه الاكل. وباكل كميات سعرات حرية كتير جدا. باكل شوكالاتاته. وكده. انا باكل بقى. اه ممكن تاكل. بس لو تقسم الاكل على مدار اليوم. وتبقى مش مش حاسس بالجوع. ده الاهم. صحيح. وكمان مش اقسم الاكل. انا حاكل ايه. لان لو كانت كميات كتيرة فيها غلط. يعني ايجي واحد يقولك الشوكالاتة الدارك. الدارك بقى. ياخد منها كمية كبيرة. ده غلط برضو. ماينفعش. الفشار. وده بقى اللي باشوفه كتير جدا. يقول اللي ده فشار بقى ده هو ده بتاع التخسيس. او الشوفان. يا عيني على الشوفان هو ده. اللي هاخده من هنا هاخس من هنا. مافيش حاجة اسمها كده. الشوفان ده زيه زي اي كاربوهيدريت عادي. هتاخد منه بكميات كبيرة غلط. والاخطر بقى اللي شفتها وبقى لها مدة. الزبادي باللمون. لو محطتش لمون على الزبادي حموت. يبقى كده انت مبتعرفش الرجيم. صحيح. من ساعة. لا بقى حاجة اسمها. فيه تريند حد طلع يتكلم. وانا انا عملت ضايت وخصيت على زبادي. اه في واحدة قالت الكلمتين دول. وهي عملت الكلام ده. وده كانت عندها مشكلة مرضية. وتعالجت بالحاجة يعني من الآخر. اللي هي كانت الزبادي باللمون قالتها. وده الpower of suggestion. يعني ايه الpower of suggestion. يعني قدرة التأثير على بالميديا. انك انت لو قلت حاجة. وابتدت تنتشر دلوقتي. انا لو قلت العيان. مش لازم اللامون خالص على الزبادي مش هتفرق. يقول لي انها لازم رأيبها ده ما معرفش الرجيم. ده ده دكتور اي كلام. يا سيدي اللامون مش هيزود في الضائط خالص. ولا هيعمل حاجة. الزبادي المهم. سعرات حارية قليلة. هو ده الاهم. الشفان. وانا هعمل ايه العيش بالشفان. ولو ما عملتوش بالشفان يبقى كده حاخر. ومية دافية عليها نص لامونة الصبحية. والصبحية ايه. ده بالعكس. حقول لك على حاجة تانية. يمكن كتير او من الناس ما تعرفهاش. ان المية السقعة بتخسس اكتر من المية الدافية. فعلا. فعلا جدا. لان المية السقعة على بال ما تخدش جوه الجسم. وابتدي اللي هي تاخد حرارة الجسم. بتفقد سعرات حرارية من جسمك. صح مش كتير. بس بالعقل كده. هتلاقي نفسك بتخس احسن. في المية السقعة احسن من المية السخنة. والعسل باللمون. يعم هارزرق لو ما اخدتش العسل. العسل ده سكر احادي. طب تعالى بقى هنا يا دكتور. انا حبوز كل. واحدة واحدة علينا. انا حقبط في كل انتكات الترفيجيين. واحدة واحدة علينا كده. يعني خلاص انسف الدايت القديم. ايوة. وتعالى نخلي الناس كلها اللي بتتبيعنا دلوقتي وراء وقلم. ويكتبوا وراء حضرتك. يعني الوصفة. مش عاوز اقولي السحرية. المفيدة لجسمه. مظبوط. اللي انا قادر لو انا مشيت على هذا العمل. وخليته او هذه الورقة. وخليتها روتين يومي او لايف ستايل عندي. قادر اللي انا خلص عليه بشكل سليم وصحي. حلو قوي. قلت كلمة دلوقتي ممتازة. لايف ستايل. اسلوب حياة. اسلوب الحياة ده اللي مهم. نعمل ايه بقى علشان نبتدي اغير من نفسي. خلص كلت اللي كلته في العيد وروحت وفي الصيف ورجعت. قديني دخلة مقى. وحاعد جيت في مصر. وجيت في القاهرة. وعايز ابتدي اقلل ايه في وزني. اول حاجة لازم اعمل تحليل. ياريت يكون تحت اشراف طبي. يعني ما اعملش تحليل من نفسي. ايه التحليلات المهمة؟ اتطمن ان ما عنديش غدة درقية. طب انا عملتها من زمان قوي. طب يا سيدي ممكن تكون جد تاني برضو. ما انا حاول نعمل غدة درقية. ونشوف بالزبط هل عندي فرط في الغدة. يعني الزيادة في النشاط. او قليل في النشاط. مش معنى ان في زيادة في النشاط الغدة الدرقية. ان انا كده لازم اخس. بالعكس انا ممكن ازيد في الوزن. ده كلام ده مهم برضو. طيب بالنسبة للغدة الدرقية. دي خلصنا منها. طب ايه تاني. نشوف بقى الكوليستيرول والوظائف الكبد والكلا. ده كصحة عامة. والكوليستيرول ده مهم. في ناس كتير قوي ما تعرفش ان عندها كوليستيرول في الدم اللي هو الدهون الدم. دي ملهاش دعب التخسيس. بس دهون الدم دي مهمة علشان الصحة العامة. عشان ما اعملش دعمات. طب انا اعرف منين؟ بالتحليل. طب انا هحس بايه؟ مش هتحس بحاجة خالص. عشان ما فيش حد بيمش في الشرع يقول لك. اه يا كوليستيرولي. كوليستيرولي بيوجعني النهاردة. انا لازم اعمل التحليل. عشان يشوف عندي كوليستيرول. ولا لا. وخصوصا لو كانت حد في الاسرة عنده كوليستيرول عادي. او عمل دعامات في القلب. لا يبقى نعمل ونتأكد عندي او مش عندي. دي نمرة واحد. نمرة اتنين. ان انا اعمل تحليل الغدة الدرقية. نمرة ثلاثة. اعمل فيتامين دال. اش معنى فيتامين دال؟ لانه بيساعد في الميتابوليزم. بس في حاجة مهمة كمان. بس ماهو فيتامين دال ما انا ممكن اخد حقن فيتامين دال لمدة شهرين ثلاثة وخلاص. ادي اول غلط. ما فيش حاجة اسمها اخد حقن ولا اخد ادوية. عليها دكتور اعراض ظاهرية. يعني ارق. حسب معلوماتي المتوضعة. ارق. شعر بيقع. فانا لو لديت الاعراض دي موجودة عندي. لازم برضو اعمل التحليل ولا ممكن اخد الحقن؟ ده ضروري اعمل التحليل. لان ممكن يكون الارق من حاجة تانية خالص. ممكن يكون عندي اكتئاب. ممكن يكون عندي مشكلة في النوم. اي حاجة. فانا ما ينفعش ابدا ان انا واحد عنده شعر بيقع. يبقى هو ده السبب الفيتامين دال. احتمال كبير. بس مش لازم. علشان اتأكد اعمل التحليل. طيب. لقيته عندي نقص. اعمل ايه؟ ناخد علاج. طب العلاج اخده من عندي اخد حقنة. ده الحقنة دي سهل قوي ما جيبها من عند. وفيتامين في الاخ. او في اسمه فيتامين. غلط. كتر الفيتامين. خصوصا فيتامين دال بالذات. وفيتامين الف كمان. كتره ممكن. لان داية الحاجات من الفيتامينات اللي هي بتدوب في الدهون. يعني ايه بتدوب في الدهون؟ تحت الجلد يعني. فحبتقعد وتعيش تحت جلد. فناخد منها زيادة. بتكون. بتكون فيحصل زيادة في الفيتامين. كتر زيادة الفيتامين. مش حلو. غلط. فعشان كده كل الناس خصوصا ايام الكوفيد ناينتين. لما كان كل يقولك ياخد فيتامين دال. كان عمال ياخدوا فيتامين دال بكيميات كتير. صحيح. برضو غلط. لان دي ممكن تسبب مشكلة في الكلة. لو زادت عن الحد المعين. مخلوق. تعمل مشاكل في الكلة. فاحنا لازم نتأكد النسبة قد ايه. واخد العلاج المظبوط. ولو انا اخدته مظبوط. حبتدي اقل في الوزن مع نظام غذائي. مفيش حاجة اسمها سحر. مفيش حاجة اسمها هنقعد كده. وخسسوني. انا لازم اتحرك. لان لو ما لعبتش رياضة. وما طلعتش شرارات حيارية. مش هخس ابدا. والاخطر من كل الكلام ده. ان الناس كتير بتلجأ للعملية. يقولك انا هعمل عملية. اخسها لان انا زهقت من الرجيم. انا عملت كتير. وخلص. الرجيم مش ان انا زهقت منه. اروح اعمل عملية. العملية دي خطر. وهقول الكلام ده. وهقوله تاني. ان العمليات عملية كبرى. مش عملية اي كلام. مش عشان انا هعملها بالتقصيد. او انا دلوقتي ده كتير بتاع. بتحاول تعملها بالتقصيد. علشان الناس تيجي. لا. ومش معنى اللي انا عملت العملية. اللي انا خفيت من السكر. انا هيبقى عندي. لان فيه دناس يقولك انا عندي السكر. هعمل عملية هخفيت منه. لا. حبقى جسمي قليل. كلتي قليل. هيبقى السكر عندي متوازن. بس لازم اخد العلاج. ولازم اتابع تحت اشراف طبي. طب انا اعمل عملية عشان ازهقت من الرجيم خالص. ومش عايز اكل. بقى ده خلاص بقى الحكاة دي. حط في دماغك انك انت اسلوب حياتك هيتغير خالص. اولا لازم تعمل نظام غزائي مع العملية. لانك لو ما عملتش نظام غزائي. هتزيد فيها. ويقولك العملية بازت. انت محدش علمك. فقبل اي دكتور جراحة. عايز يعمل لك العملية. لازم تتجرب نظام غزائي. هنرجع لنقطة الاتفاق مرة تانية. فكرة اللايف ستايل. لازم يبقى عندي نظام غزائي. هو بمثابة يعني هو الروتين اليومي بتاعي. اللي انا ماشي عليه على طول. مدى الحياة بقى. عادي ممكن الاخبط. بس ده يبقى مرة او مرتين في الاسبوع. فنرجع بقى ايه اللي انا همشى عليه وكله. حل. اولا لازم. مع استخدام فاكة الصيف. اه ايه. وده الفاكة دي مهم اول. بس احنا عاوزين يعني سريعا بس عشان وقته. حاول حاول. النظام بتاعنا ان احنا اول حاجة نعملها اننا اصحى. اصحى لازم اصحى بدري. لا مش لازم. المعادي انا نضبط الرجيم عليك. فالوقت اللي بتصحى عليه هتبتدي الفطار بتاعي. فلازم ابتدي الفطار. ولازم احط مع الفطار يبقى فيه بروتين عالي. يعني بروتينات بيض جبنة خالي الدسم. نقلل شوية من الكربوهيدريت الناشويات بصفة عامة. اللي هي العيش والرز. والاهم من كده احط كم معلقة سكر في الشاي. لان بد ناس كتير يقولك معلقتين سكر. مش حاجة اسمها معلقتين سكر. من غير سكر خالص او بسكر ديت يكون خالي المات الاسبتر تام يستحسن. فحكاية اللي انا ليا معلقتين سكر في اليوم. دي غلط. جدا. ماليش معلقتين سكر يامشى عن نظام الغذائية. لا. طب اخد ايه بعد كده. ناخد الفكهة بس الفكهات اللي هي المعتادة اللي هي اللي بتساعدني على ان انا اقل في الوزن وصعرات الحالية بتاعتها قليلا. تفاح جوافة الموز لا. الموز بيزود. وحقولها تاني. الموز ممكن يزودك في الوزن. كتره. كتر اي حاجة غلط. فبخطر الامكان نقلل من الحاجات اللي فيها نشويات كتير زي الموز. تاعت كده ناخد الغداء. والغداء يكون ايه؟ بروتين بردو كتير. اي حاجة فيها بروتينات. بروتين نباتي ممكن. اللي هي زي الفول والكلام ده. لكن مش بدوة اللي حيال في الوزن. يخلينا بروتين حيواني مع خضار. وما فيش التسبكات وصلطة. والصلطة مهمة جدا. نبتدي بيها قبل اي حاجة. وناخد سناك تاني. ونبتدي العشاء هيبقى زي الفطار. اهم حاجة في كل ده. اننا ألعب رياضة. طب وألعب رياضة واخد دواء. واخد الدواء اللي بيزود الحاجات اللي مش عارفة ايه. اللي بتزود الطاقة والأدوية. لا. ما تاخدش اي حاجة خالص. ياريت تاخد تفاحة قبل ما تلعب الرجي. قبل ما تلعب ضايق. قبل ما تلعب رياضة. ومعاها قهوة. القهوة حلوة. قهوة خضرة. قهوة صفرة. قهوة اي قهوة. لكن القهوة الخضرة بتبقى فيها. بتزود الحرق. يعني ورقة اعتقد مفيدة لكل السادة المشاهدين. وأنا هختم بإضافة. يعني حاجة تقول لي بقى يعني كده أنا عارف شوية في الضايت ولا لا. شرب مياه كتير. مصبوط. دي اخر حاجة هقولها. فكرة. دي حقيقة. نفس اللي حاجة قلت عليه. ومعاها شرب مياه كتير. لان المياه بتساعد على الحرق. زي محضرتك. أكيد. قلت بيت الماء. دكتور هاني جبران يعني حلقنا ورطنا في صباح الخير يا مصر. ودايما بنستفيد من حضرتك. وإن كان يعني بيتكسر لنا سوابة كده تربينا عليها. لكن دايما لا يصح إلا الصحيح. شكرا لك دكتور هاني جبران. استشار السمنة والنحافة. ألف شكرا لحيك مرتين. ليا الشرف. أهلا بيكم. مش هدينا بكده خلصت حلقتنا في صباح الخير يا مصر. كنا معاكم على مدار ثلاث ساعات. أنا وزميلتي العزيزة دينا شرف. وإلى لقاء في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. في نفس المعاد من 17 صباحا.